اهلا بحراتكم من جديد وفقرات الاهلي خط احمر والفقرة دي اكيد عن منتخب مصر فارس كل ايه كل الامنيات ولا صوت اعلم فوق صوت المعرك ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر في امم افريقيا بالتأكيد عندنا بعض اللغبطة عشان نكون واضحين يعني ولكن انا اعتبر لغبطة مقبولة بما اننا في ظروف مختلفة شوية ولكن اللي كان غير مقبول هو فكرة ان احنا يكون عندنا مساحل 28 لعب فنسجل 25 لعب ثم نعلن عن 28 لعب ولكن نعلن على الورق فقط لغير فنتطر اننا بعد حالات كورونا في المنتخب اصابة ابو جبل طبعا بنتمنى له الشفاء واصابة كابتن عصام الحضر المدرر بحراس المرمى بنتمنى له الشفاء فتم محاولة استدعاء ثلاث لعبين فنجد ان محمد حمدي مصاب برقبته ومش هيقدر ان هو يشارك في البطولة ونجد ابراهيم عادل ايضا مصاب بكورونا ويتبقى مروان حمدي مهاجم منتخب مصر ينضم القائمة ولكن يلحق به ايضا مروان اخر وهو مروان دول دول بس اوبجيكشن كده انا عايز اعترض على حاجة يعني انا مش شايفها لغبطة مقبولة خالص وانت دوجلوماسي اوف الموضوع ده مهاجم منتخب مصر بس عشان احنا حرسين على منتخب مصر حابب بس نتكلم في حاجة جماعة بس قبل الصور احنا دلوقتي عندنا مهمة كبيرة جدا لمنتخب مصر وامال بتعلق على المنتخب ده في رأيي ان في حالة تخبط شديدة جدا في بعض الجزئيات وايا في ايه مش مقبول ان انت فعلا مش مقبول ان يكون عندك لعب زي ابراهيم عادل ولاعب ايضا زي محمد حمدي موجودين من ضمن اللعيبة اللي انت قلت ممكن يكونوا معاك في الثمانية وعشرين اللعيبة دي راحت لعبة مع بيرامدز مباراة ضد الكونغو الديمقراطية اللي حصل محمد حمدي تصبب وابراهيم عادل اصيب بكورونا فالتنين ما قدرتش تضموهم اعتقد زي بقى ما كنا بنقول بجد لا صوت يعلم فوق صوت المنتخب اعتقد كان لازم الجهاز الفني والجهاز الاداري يكون اكثر حرصا على اللاعبين اللي ممكن يحتاج لاستدعاهم مرة اخرى وللأسف ده ما كانش حاصل واعتقد دي نقطة انا بلوم عليها المنتخب بشكل كبير جدا او المسؤولين في المنتخب ان الامور يا جماعة محتاجة تركيز اكتر من كده وحسنا فعلا المنتخب دلوقتي زي ما عرفت ان فيه عقوبات مالية لاي حد يخالف الفقاعة الطبية وهم موجودين في الكاميرون اعتقد محتاجين نركز جمهور مصر محتاج يحس ان المنتخب عايز يعمل حاجة عشان يروح في السكة دي وعشان يصدق فعلا في المنتخب لان الموضوع في رأيي مش سهل خالص بالعكس البطولة دي صعبة وصعبة جدا بس هو انا عايز بس اختلف معك بحيطة صغيرة هو اصلا ما كانتش عامل حسابه انه يجيبت تلاتة دول هو كان بيريحنا هو كانت حالة كده اعلنوا يا جماعة اعلنوا عن تلات لعبين انضموا لمنتخب مصر فتم الاعلان فقط لغير لكن هو بالتأكيد ما كانتش عامل حسابه وده شيء صعب جدا اه انا عارف ان الراجل ده جامد جدا في فكرة او صلد جدا في فكرة التدريبات يكون معاه 24 لعب وعشان عمر الصلاة مصاب مش هيشارك في التدريبات فاخد لعب مكانه فاصبحه 25 ولكن عملين نسمع عن أغبار فيروس كورونا كتير جدا كل ما فيه منتخب بيصل للكاميرون يا اما بيعلن من قبل يا اما بيعلن داخل الكاميرون الحمد لله يعني خلينا نطمئن على البعثة البعثة وصلت نهاردة بسلامة الله والحمد لله مسحة كل البعثة طلعت سلبية يعني ونتمنى الشفاء ايضا لستة من الجهاز الاداري وطاقم التحليل الفني بالتأكيد او تحليل الاداء فنتمنى لهم ايضا الشفاء منهم اللي هيقدر يلحق بإذن الله ونتمنى الجميع يلحق ولكن لغياب الكابتن عصام الحضري بالتأكيد كان لازم يتم الاستعانة بمدرب حراس مرمى وبالتأكيد افضل حد ممكن نعتمد عليه بمدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي اللي ملوش اي يعني مسابقات او حاجة بس هو موجود فالكابتن طارق سليمان بيعود مرة اخرى لمحمد الشناوي ولكن هذه المرة تحت مظلة المنتخب المصري سافر طبعا الكابتن طارق سليمان مع البعث ليقود تدريبات الحراس مرمى منتخب مصر فطبعا نتمنى لهم التوفيق ولكن يعني كيروش هيدفع نتمنى ألا يدفع ضريبة اللي أنا بقول عليه مقبولة او لغبطة مقبولة وفارس شايفها لغبطة غير مقبولة لان في النهاية هو المسؤول ومن وجهة نظرنا بمنتهى الامانة ما حدث هو في النهاية لغبطة وما فيش تخطيط ونتمنى ان الامر ده ما يوصلناش لمرحلة منتخب الشباب في تونس وشفنا كانت أزمة موجودة بشكل كبير جدا ويمكن في النهاية دفع ضريبتها الكابتن ربيع يسين والبعد اتهم الكابتن ربيع يسين عشان كان فيه مكان مغلق منتخب مصر القومي تمن أفراد من البعثة قبل ما يسافروا كان عندهم فيروس كورونا ولكن لن يستطيع أحد يحاسب كيروش نتمنى التوفيق لمنتخب مصر نتمنى الحرص نتمنى أن نرى مسئولية داخل لعيبة منتخب مصر لأن طول عمرنا لعبة منتخب مصر بيكون دايما على قلب رجل واحد وبيكون دايما مرآة للشارع المصري وللمواطن المصري نتمنى ألا نرى ما حدث في آخر بطولة أمم أفريقية مش بس بتكلم على المستوى داخل أرض الملعب كمان على مستوى غرف الملابس وبعض الدعم لبعض الأشياء الخطاء اللي طبعا بالتأكيد المواطن المصري ما بيقبلهاش نتمنى يكون منتخب يقدم نسخة تعيد إلى زهنة منتخب كابتن حسن شحاتة إزاي كان الشعب المصري ملتف حوالين المنتخب ده ولازم تكونوا عارفين أنتوا عندكم مسئولية كبيرة جدا تعيدوا الشغف مرة أخرى لمنتخب مصر اللي بعض جماهير الأندية فقضته الفترة الأخيرة بسبب ضعف النتائج وبسبب تصرفات أعتقد يعني ما كانش راضي عنها الشارع المصر أعتقد ده إن شاء الله يتغير وإن شاء الله نشوف نسخة جيدة من منتخب مصر أنا بقول على فكرة عندنا العيبين جيدين جدا ولكن إذا أردنا إن إحنا نظر بشكل كويس وحط تحتها ميت خط هتقول لي إزاي إذا أردنا أيوة إذا أردنا إذا توفرت العزيمة وتوفرت تركيز الفني وتوفر شغل ومجهود الجهاز الفني ولكن كمان عندنا أنا حابة أقول حاجة لأنه أسامة وضحها قصة كابتن طرق سلمان ومنتخب الأوليم حسن أسامة أن أنت وضحت القصة دي لأناس كتيرة جدا شفتها كتبة ليه مش فلان ليه مش فلان طبعا كل اللي احتراموا التقدير لكابتن طرق سلمان زي ما أسامة لك يا جماعة هو مدرب المنتخب الأوليمبي راح لأنه مش ما عندوش فريق بعد المدربين عندهم انتزامات مع فرق فما كانش فيه أي مبرر لأسماءها لأن الناس كتير ممكن تكون ما كانتش واخدى بالا عن كابتن طرق سلمان في المنتخب الأوليمبي فكويس أنه أسامة وضح لك وحبيت بس أحكد ده السبب أنه فيش أي مدرب تاني كان موجود ولكن عندنا كمان الناس برضو معذورة أنه ما تعرفش تشكيل المنتخب الأوليمبي ما شافوش ليه أي مباراة ده حقيقي لا فعلا عشان كده والله حبيت أحكد لأن جاد لي سؤال كتير يعني بشكل واضح يعني ليه مش كابتن أحمد ناجي ليه مش كذا فحبينا بس أنه الناس ممكن ما تكونش واخدى بالا من كابتن طريق سليمان ومدرب المنتخب الأوليمبي وزي ما أسامة قاله هم معذورين ومش تقصيره على حاجة لأن لسه المنتخب الأوليمبي ما جاتلوش منافسات